لديبا نقش معنا مع تارق عمارة اليوم صباحة سوفي برويت اسبع الخي تارق اهلا وسهلا مريم اسبع الخير منجمش يكون موضوع البناية اللي حرقة شوف ما جي متركبش على بعض غيره بناية حرقة لتاليا العنوان اللي جي في صحافة اللي اتالية لابن بينا دي كواترياني دا سولا اللامبيدوز يعني هذي هو العنوان احنا كنا مش نحكيه على جارجيس ملون وقلنا ماذا تخفي مقبرة الغرباء وشنو والي ساير وشنو وين نكشف الحقيقة وشويو خل نقرأ والتدوين عمتاع دكتور ذكر له هذب اللي هو ابن زارجيس اللي يقول بش تسمو حاجات وتروا حاجات على زارجيس ولكن نقعدوا على في موضوع الحرقة هذية اللي الحقيقة والتي اكثر من ظاهرة فما ديبلوماسي ديبلوماسي سيد ليس القصري قول ولي ناشي وكتب هكا قال ولي ناشي بلاد البوت بيبل اللي يحطوا معانتها انسي كبار وصغار ولي دي ولي ناشي بوت بيبل معانتها بلاد البوت بيبل الناس اللي هاربة من تونس صحيح مريم لحقيقة الخبر متاع وصول الفتاة عربع سنين لامبيدوزة صادم خبر لحقيقة تشوف لبنية الصور جاية من ايطاليا تشوف لبنية كيفاش عند الامن الايطالي حاجة مؤلمة جدا 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 والحقيقة اليوم خنكونوا واضحين الامر هذا ما يجب انشي تبرر بكل وضوح هذية اليوم اسمعتكم وفقة مرة اخرى في اليديتو مريم لحقيقة معانتها مش معقول اللي صاير اليوم ما يجب انش ينبرروا هذا اللي صاير حاجة غير مقبولة تماما اليوم الوالدين هذوم اللي خلوا بنتهم توصل لامبيدوزة في البطو هذوم الناس لازم يتحاسبوا هذي في دولة اخرى ما عندهمش الحق يبقى صغيرهم عندهم هذوم الناس لوحوا صغيرهم لي مصير مجهول الناس اليوم الانسان العادي كيبدو يعوم في البحر في ظلام يخاف فما بالك راذيعة يشوق بها بطو البحر الابيض المتوسط في الليل وتصورك الظروف وتصور مجرد انك تتخيل المشهد حاجة مقلمة جدا جدا لحقيقة في الوالدين هذوم لازم يتحاسبوا ولازم يقولوا انه قلت كلمة قبيلة مريم انه بلد ثقافة ثقافة الحرقة مش معقول ما هوش معقول اراه شو الاسباب الموضوعية والاحباط موجود كل شيء اما الحرقة هذي بهذا الشكل والناس تبرر هذا غير مقبول الصورة صدمت الصحافة الايطالية الصورة متعلبنية حديث الصحافة الايطالية اصبحت قضية رأي عام كيف ايش والديها شنو عاملوا كذا البارح جاي الخبر اليقين من السلطات التونسية انه والديها هما اللي تلقوه وهي النية في الاول تارخ كانوا بشمشيوا العائلة الكلة الام والبول بنيتهم زوزة وحتى كان مشيوا معاهم مسؤوليتهم مريم مسؤوليتهم هذو ما هذو ما مش معقول الحقيقة اصبح الثقافة عامة واليوم لازم فينومان دو سوسيتي ولا فنومان نحقيقها مريم فما العدوى رأوا فما الفنومان الديان دانتخنمان اللي تولي كيل عدوى ما بين النيس الكل انها معاش تخم تارقين اذكرت اليوم السباح اللي انهار الاضراب العام في زرزيس النيس اللي تبكي على صغارها والراجل اللي يقول جيبولي بنتي وجيبولي مرتي اللي هو وعطاهم الفلوس هم بشي حرقوا في نفس النهار سلوتاش نعمالية حرق سلوتاش نعمالية حرق مريم مريم يفودي الراهية بالنسبة في البحر اليوم ان ديري رحالات سياحية معناتها البطوات خارجة بشكل حاجة متتصورهاش يعني نصور دو لغاليزاون شرعانة الحرق اليوم بالضبط وراهو يزم نقوله حاجة اخرى قبل من جيو نحكيو على الاسباب ونحكيو على حواج اخرين رأوا اليوم الحرس البحري قايم مجهود كبير في البحر راهو مريم انا انا اخرجت مرة تقريبا مع الحرس البحري وشفت المجهودات في الانقاذ وفي الاعتراض معتها ياسر معناتها العمليات ما تنجمش تكون تونس دولة معناتها الحل الامني ما تنجمش يكون الحل فقط اليوم لازمنا نمشيو اليوم كان جينا في وضع عادي في بلد غير معناتها محاط بالأوجاع من كل جهة كان جاي راهو هذا موضوع راهو قضية رأي العام شنوه لازم نعملوا للتوينس اليوم باش يقعدوا في بلادها مريم علاش الناس علاش الحرق اصبح حديث العائلات مريم عائلة تطلع في بطورة وواحد من جمش تخيلها الاعقل عائلة كاملة تطلع بصغارها بالكبار والعائلة تلم والعائلة كاملة تخرج في البطور علاش ماذا قدمت هذه الدولة لشعبها اليوم مع هادش ماذا قدمت الدولة للعاطلين عن العمل ماذا قدمت الدولة حتى لطبق الوسطى اليوم مريم فما صحة عمومية فما خدمات عمومية فما صحة فما فما تعليم فما نقل وين الخدمات مريم المواطن العادي الطبقة المتوسطى اليوم الجميع همه الرحيل وهذا مؤلم لحقيقة مؤلم جدا على الصباح ونقولوه مؤلم جدا انه هذا هو الواقع مريم الحقيقة قلتها قبل ونعود نقولها كل عائلة تونسية اليوم لحديث فيها وقتا شا نخرجو عليش قاعدين لابمتشي فلوس الحرق لحقيقة منيشو نبديو اليوم سباح نقولو وراو اليوم تخسبيه وابسو هاكا وراو توها بيان هاو جاينا القرض ملافامي بش تحلل بيبان كل ليلي 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 لديبا نقش معنا قبل ما نحكيه على أزمة التعليم على بين الاتحاد الأوروبي اللي طالب وزارة التجارة بتعليق القرارات اللي باش تحد من التوليد شنقض معك في جرجيس تارق واليوم الحديث على مقبرة الغربة يعني عملية الحرقة في علاقة بمقبرة الغربة في علاقة بالشبكات هذه الكبيرة اللي قاعدة تحرق في الناس الإيطاليا والسربيا شدوا ده نغمان أربعة شبكات شدوا معهم خمسمائة ألف دينار زوز وكالة أسفار متورتة اليوم حتى الهلال الأحمر هبت بيان يقول احنا احنا ما عندي حتى علاقة بغلق مقبرة الغربة ماذا يجري في جرجيس جرجيس وغير جرجيس ما احنا نعرف عليش مريم جرجيس وين ما كان هالجغرافية جرجيس هي صورة صورة مصغرة لما يحدث في تونس هي تختزل ألام هذا الوطن الحقيقة اللي صار في جرجيس تونجي نحكي على مقبرة الغربة هي أصلاً مقبرة الغربة كيفاش فاش ظهرة الموضوع هو كانت الفكرة أنه دفن جثث أفارقة مجهولي الهوية تحديداً أو الجنسية بالأصح كانت في البداية كان يدفن هؤلاء بشكل جماعي فاجأت الفكرة من معنتها بعض المتطوعين من هلال الأحمر فما شخص معروف جداً في جرجيس أصبحت عملية الدفن تتم بشكل فردي احتراماً للذات البشرية هذه الفكرة معنتها كيفاش كان فكرة إنسانية فكرة إنسانية مريم وكانت تشوف الصحافة العالمية كتبت عليها تلخص مقساة الهجرة باتجاه البحر الأبيض عبر البحر الأبيض المتوسط هي الفكرة كانت إنسانية لكن اليوم نلقاو اللي صار في جرجيس يحاول يحل الموضوع مجدداً حول هذه المقبرة أو ما يعرف بمقبرة الغربة الاسم فقط مقبرة الغربة لحقيقة معنتها مهوش مليقش بتونس اليوم لازم احترام الذات البشرية حتى عند الوفاة هذه اللي صار قرار الغلق قلت لهلال الأحمر قال ما عندوش حتى فكرة نحن نشوفه في التصوير طارق الناس لتبع فينا فما البيب متاع المقبرة فما برقة مكتوب عليها ممنوع الدخول المقبرة تحت تصرف النيابة العمومية ولكن حتى واحد يعني عاقل ما ينجم يتقبلها لأنا لا فيها لا مظالة كاشي لا حد شي مريم إذا صح هذا القول والبارح نيابة العمومية قلت معنا حتى علاقة هدية وبشي حل وتحقيق فيشكون حتى الورقة هدية يكتب دكتور ذكر لهذا اللي يقول على الحرقة يقول السر مع حارس المقبرة حارس مقبرة الغربة هو المفتاح والبحث يجيب يعني ويقول بش تكشف حاجات غريبة برشا مع المقبرة هدية تب هدية في تدوينها هدية يزيد يخلينا ننتحو أكثر من سؤال الحقيقة مريم يلزم نقوله بالكل وضوح إنه إذا صح هذا القرار فإنه السلطات ربما الجهوية ربما المحلية ربما الوطنية إنها تعالج في خطأ بخطأ أكبر المشكلة اليوم الحقيقي فما بعض المهاجرين وضعت دفنة الجثث دون أتثبت من الهوية هاو المشكلة الحقيقية اليوم المشكلة ليست في المقبرة في حد ذاتها اليوم فما خطأش كنت حاسب مريم بعد الخطأ هذا خرجت الآلاف المؤلفة في الجرجيس إلى متى ثقافة ورفعت شعار كشف الحقيقة رفعت شعار مريم مواضح لا لتسييس هذه القضية نحبه كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين هذو مزر الشعارات بأسي صحيح إشارس منهم حاجة إلى متى ثقافة مش ثقافة حرق برك ثقافة الإفليت من العقاب هذه اللولة هذه اللولة علاش الوقت الوقت ياش كل مرة المسؤولين الجهوين أو المحليين أو الوطنين ما يخلصوش هذو مناس اليوم راهوا أول مأساة الحقيقية مريم الناس اليوم قتلك نريد الحق دفن الموت بكرامة الناس تحب تدفن أولادها راهوا مش معقول راهوا مش معقول راهوا اللي يصير مؤلم جدا جدا ويختزل ألام هذا الوطن لحقيقة ما نحبش نقعد نكون سلبي على الصباح أما هذه الحقيقة مريم واضحة اليوم مسؤولين اللي يدفنوا الجوثاث دون تثبت من الهوية هم اللي زي ما بتحاسبوا تحاسبش حد منهم رئيس الجمهورية قال اللي اللي أخطأ يتحم مسؤوليته تفضل وين المخطأ علاش كل شي تعدي مش معقول أول لأنه كل يوم عنا عشرات الملفات والمشاكل حتى أنه غرقنا كما غرقوا الناس في الحرقة نحن غرقنا في الملفات اليوم فما نقطة ثانية اللي قلتها لالي تسيس بينما توا قاعدين نشوفوا في الناس لكل تسيس في الحقيقة نا واضح هو أنه فهمت السيس وما بين اليوم التموقعات هل أنت مع الرئيس أو ضد الرئيس إن كنت مع الرئيس بيش تبدأ صامت إن كنت ضد الرئيس بيش تمركي بنته سيسي علماً أنه علماً سمحني قصت عليك مريم علماً أنه ظاهرة الحرقة لم تتوقف أنا ختمت عليها من 2004 نتبع في الموضوع لم تتوقف لكن الأرقام في تصاعد متزايدة الأحباط الاقتصادي نتيجة الشعور أنه البلاد ما عاش توفر حتى شي شفت بناية متى عربع سنين كيفاش جهاز أمني وإيطاليا الكل في حالة معناتها في صدمة في صدمة ما تشوف معناتها هذيك احترام الإنسان لإنسانية ويلزم زادة الدولة الدولة التونسية تبدأ مواكبة التغيرات اللي قاعدة تصير في العالم الأوروبا اليوم كيفاش قاعدة تتعامل مع عمليات الهجرة اليوم سكر تعليق يعني تعطي الفيزا بالكونت جوت نونك هذا الكل يدخل في سياسة كاملة سياسة الخارجية سياسة الدولة الحقيقة نيس معناتك يتعرف دولة فيها يوميا يوميا بمعادل 300 تلميلي غادر المدرسة سنشك بخصان سنشك بخصان هذو ما المشاكل الحقيقية مريم وعليش الدولة احنا مشاكلنا تعدي الزوجات احنا مشاكلنا اليوم يعني عذرية الفتاة احنا طوى مش كلنا اتكلم احيب وهذا لحقيقة زادة دور الأعلام مريم انه لحقيقة اليوم زادة حتى نشوفه في برشة وسائل الأعلام اختارت اختارت في ذل اختارت انه تبعد في مواضيع هاميشية وجانبية و لا مش هذا اليوم انا نعتبر انه الصمت على مثل هذه المسائل الحارقة هو جريمة واي واكبر يعني مسئولية مسئولية هو لمن يتحمل اليوم قيادة البلاد يعني الصمت هذا يمرض بالحق معناتها هذا صمت يمرض اليوم انت عند كينك واحد مريض يمشي للطبيب وما يحكيش معه مريم هل عادي انه أعلى هرم الدولة يتحدث عن الموضوع بعد ثلاثة أسابيع ما وش عادي هل عادي انه رئيسة الحكومة لا تنبس بأي كلمة عن الموضوع معناتها اليوم صمت صمت السلطات مطبق وغير مفهوم وطركة الشعب يقاسي أي الويلات لوحده علش المواطن يحس روحوا متروك هاو المشكلة هنا لأنه لي شعب هذه الكارثة الاتصالية متع السلطات التونسية من أعلى الهرم من الرئيس إلى الحكومة إلى كل الجهات راهو أمر ما هوش مفهوم بالكل ما يكش تقطع في وسائل الأعلام أنت تقاطع في شعبك وسائل وسيلة الأعلام لتخاطب شعبك غير مفهوم هذه اللي قاعد يصير في تونس اليوم من الصمت الرهيب راهو فيه استهتار بالشعب فيه احتقار للشعب ليه يمكن أن يمر لحقيقة عنيتها مأساة جرجيس والصمت الحكومي المطبق صورة واضحة لكيفية تصرف السلطات وهو مشكلة من المشكلات العويسة والكثيرة جدا بينما حبيت نمشي الموضوع آخر شكرا لحمزة بش نخرج من جرجيس فما وزير لم يصمت البارح وقال ما عنديش فلوس والدولة ما عنديش فلوس وصارحة المعالمين النواب قالهم يزيمكم تصبروا عامين ثلاثة أربع سنين حتى نجموا نحن نعلم وهذا داخل في أزمة التعليم وانتداب المعالمين النواب واليوم عشرات آلاف تلمذة ريت أن نحن وقعدين نحكي وهم ريق دين على خاطر ما عفهم إيش مدرسة خاطر المعالمين في إذراب هذا يا زيدا ما يخليش الناس تهبط للشارع سنشوك بيخسون زيدا ما يخليش الناس الكل هتاقف يقولوا يلزم صغيراتنا مكانهم هي المدارس ولكن التارق اللي كنا نقوله فيه في الأفق أن على الأقل وزير التربية سارح الشعب وسارحهم قالهم ما عنيش فلوس الحقيقة الحقيقة مطالبهم واستحققاتهم مفهومة جدا لكن الناس الكل نعرف ونعرفه وضعية المالية العامة بعد الحقيقة برشة تلك البارح اسمعنا وزير التربية يتحدث بوضوح هذا هو على الأقل المسؤول يا أخي نعرف اللي فهمه عديد المشاكل وهذه من الناس مطالباتهم مستحقة قال الأمور كما يجب أن تقال ما ونحن نقوله يلزم مسؤولين يصارحوا حتى في علاقة بصندوق النقد الدولي يلزم المسؤولين يصارحوا الشعب ماذا أنتم فاعلون شنوه باش تعملوا لهذا الشعب خرج وزير التربية بكل وضوء على حقيقة حتى إذا كانت اختلف معاه قال ما فهماش إمكانيات مادية أنه في ثلاثة أربع سنوات يمكن يحل هذا الملف وفسر الملف خطر هو فيه زوز أجزاء فما المعلمين النواب وفما التسمع كمتاع عون مكلف بالتدريس وفسر عليه اللي هو غير مقبول صحيح صحيح لكن إلى السيد هو وضح الحقيقة الوزير هو الوزير هو تكلم بالوضوح منجمش يعطي حاجة لا يملكها لكن هاو المشكلة فيه إنه الوعود تتكرر وإنه الناس ما عادش عندها ثقة في الدولة مريم خلينا نقوله بالوضوح اليوم كما الشعب المواطن عادي الثقة في الدولة إن عدمت وهذه حقيقة ثابت اليوم بعد ثلاثة سنوات شو قالها المكلف العوض المكلف بالتدريس اللي هي صفة لا تليق لحقيقة إنه المدرس اليوم ينجم يلقى الفرصة اللي يحكي عليه الوزير أوكي الوزير تكلم بالوضوح حتى الأمر على الطاولة الوزير براك الله وفيه قال الحقيقة كما هي وهذا المطلوب من السياسي لكن الثقة من عدم مريم اليوم النقابات تقول لك ما الذي معنتها شكون يعطيني أي ضمان إنه هذا بشير بعد عامين هما يعملوا التزامات اللي رفعوا الأجور ما تصيرش يعملوا التزامات الاتفاقيات ما تصيرش حتى شيء اليوم النقابات الكل اليوم قدمين على مرحلة مريم النقابات الكل مقدمة على تحركات في القطاع النقل في القطاع التعليم جميع اليوم أو جاعة تحيط بهذا الوطن من كل جهة معنتها الوضوح واجب وواجب جدا لماذا؟ لأنه احنا قدمين على سنة 2023 خاصة 23 و24 من أصعب الأعوام الخبراء الاقتصاد أساتفة الاقتصاد الناس في الساحة المالية والاقتصادية تقول الدين العمومي اللي عمال الدين العمومي سنة المقبلة باش يكون مرتفعة جدا وشكومش خالص معنا بنمشي نجيبوه باش تتصب بالأموال بالأموال ما هو هذا هو ما هو يزم التونسي يعرف اللي يلزم البلاد تنتج 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 الأموال يعني بالثروة اللي هي باش نجمه احنا نرجع بها الأدوين يعني اليوم إلا كان أي وحدة تولد توا في أي مسحة ولا أي مستشفى يهبط بي بي توا هو موسيد عشر ملين على الأقل ساعة يلزم يراجع للدولة عشر ملين هذا هو في إتار هلاش منحكيوش للشعب اليوم الشعب التونسي مريم خلينا نقوله بالوضوح يعرف ميزانية 23 اليوم احنا على بواب نوفمبر يعرف ميزانية 23 شن فيه التزامات يعرف ميزانية الميزانية المقبلة شن هي فيها من أداءات شنو من الضرائب اللي باش يتفحم اللعبات في الوقت هذا في الدول العالم كل تناقش في ميزانياتها للعام المقبل وتعرف تحركاتها وتعرف شنو باش يصير في الميزانية وتعرف حجم الميزانية الحقيقة الحقيقة اللي قاعد ساير انه الصمت الاتصالي المطبق والاستهتار بهذا الشعب غير مبرر اليوم الناس لازم تعرف الميزانية بالنهاية مريم لما تعمل الالتزام مع صندوق النقط الالتزام لشنوه مقابل شعبك هو الالتزام الشعب يعرف حاجة على الدعم يعرف حاجة على الأجور يعرف ما يعرف حتى شي علش هذا الشعب يعامل كراعاية هو المشكلة الحقيقية اليوم لازم يتقال هذا الشعب لهو الحق في حياة كريمة اليوم ما هيش مزية من حتى واحد باش الشعب ياخذ حقوقه كاملة وهو رئيس متاع الدولة شنوه أبو دو كونت كان نجمو احنا نقارنوه بأب العائلة لو بغ دو فامي إلا كان أب العائلة قاعد يبحث عن حلول أب العائلة عنده حلول أب العائلة قاعد يبحث يمينا ويسارا على حلول للعائلة اللي هي تمر بأزمة كبيرة يلزم يتوجه لصغاره وولاده والناس العائلة يقولون هاو الوضعية هاوش عنا هاوش عنا في الكيس لليتا هانيش قاعد نحاول نعمل ويلزمنا لكلنا ما بعضنا رأوا اليوم فعود ناكلوا كل يوم الحمر أنا بش ناكلوا كين مرة في الجمعة هاوش عنا هاوش عنا هاوش عنا هاوش عنا بسطين ومكسيمال بالنهاية هذا هو مريم يلزم تتوجه تتوجه للشعب وتصارح بحقيقة الأوضاع يلزم يعرف الشعب وفهم حاجة أخرى مهمة نسمعه في التضحيات في التضحيات اليوم وصلنا للمرحلة اللي شعب باش يتطع لا مش يشوف فيها التضحيات التضحيات يزم تترا كونكريتما وين هم التضحيات وين التضحيات في السيارات في التنجم تقول يجب أن تتعلم اليوم في أوروبا يسكروا الأذواء ويطيوا الأذواء ويطيوا مع عالم والرؤساء الحكومات يعطيوا الأمث ليبدأوا على بسكليت معنا الحقيقة هذي كنت داخل كله في السياسة الاتصالي ولكن داخل في السياسة وتعطي المثال في الكومينيكاسيون هذا هو هذا مثال أنك تتوري اليوم لازم الناس الكل لازم المواطن المحروم يرى طالب منه وطالب منه اليوم ما عش نحكيه على المواطن الحقيقة معانتها المحروم اليوم نحكيه على الطبقات الوسطى لأنه المسحوقين الطبقة هذيكا معانتها اليوم مشت في مستويه تاعب برشا اليوم نحكيه على الطبقة الوسطى المعاش خالطة لحد شي وعليش تخوفيتهم مش تتا أوروبا خايفة مش تتا على خطر عندهم البرد قوي برشا وما مش بشيكون عندهم غاز وطاقة ولكن هما يسون تخان دو توفاق بشي تكون عندهم موبيلزازيون كبيرة برشا 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 في كل أوروبا عليش لشكون لأشخاصهم مولي شعوبهم هذا هو الحقيقة اليوم احنا شتاء ساخن لأنه الناس بشيكون معانديش مكانيات معانديش فلوس ونعرف فهمه برشا مصروف نعرف موافقك تماما مريم ولازم نتفدأ ولحقيقة أن المؤشرات لكل شعلة حمرة التوتر كبير اليوم نشوف أسبوع من الاحتجاجات في الأحياء الشحبية سمعتك قبيلة تحكي عليهم الاحتجاجات في كل مكان الوضع محتقن بشكل كبير جدا والحقيقة تونس ما عادش تحتمل أي انفيلات أو أي فوضى لأن الوضع بش يعود بالوبال على الناس الكل فما ناس رأوا تدز في هذا الاتجاه وختير جدا ناس قاعدة تدفع وناس تصفق للمواجهات اللي شوفناهم البارح في الليل شوفوا تبعوا شنو ما صار في البقعة الفلانية في البقعة الفلانية نفس الناس اللي كانوا شايتنوا في التحركات الاحتجاجية والعكس والناس اللي تشايتن اليوم كانت وراء بعض الاحتجاجات اليوم كل شي توظف في البلاد هذي وإذا كان باش نمشيو في الوحدة هذي ناس كل إثقاف بشتيح على الناس الكل نختم بموضوع اللي هو بيان الاتحاد الأوروبي تارق اللي طالب وزارة التجارة بتعليق القرارات اللي باش تحد من التوريد نعرفوا اللي مؤخرا وزارة التجارة عملت قايمة من المواد اللي باش هي النية الحد من التوريد ولكن بعض القرارات الاتحاد الأوروبي يعني قال برح وكانت فاما بيان وواضح وقال وذكر بالتزامات تونس الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ومعام لومسي منظمة التجارة العالمية قال مش معقول التعامل هكا بما أن احنا عنا تعاملات تجارية ومبادلات واليوم الأصحاب يعني للشركات الكبيرة هذي ما همش فهمين انكور موش نطولو فيه برشا ولكن شنو ناجم نقول مريم شنو نقوله خلينا نكون واضح السلطات ما قالتش لخفض العجز التجاري المفروض انه تونس عنده حجز تجاري قياسي بتسعتاشين مليار دينار تقريبا هذا الرقم غير مسبوق قالتو قالتو انا كنت سمعت مديرة المديرة اللي هي اي 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 اسمعت تقريبا مدير تجارة الخارجية قالت عن عجز وخاصة قالت الدول اللي عنا معهم العجز اللي هما الصين وتركيا وروسيا وزرباجان اكزاكتو ما معناتها اليوم العجز كبير وكبير برشا اليوم العجز شنو يعني العجز تجاري مريم تأكل رسيد تونس من العملة الاجنبية الموجودات من الاحتياط من النقد الاجنبي تأكل شنو يعني تحقيمة الدينار التونسي شنو يعني يعني تضخم كبير شنو دخلوا في حلقة مفرغة مفرغة يعني اليوم كبير انه باسليب اخرى كانت الدولة تنجم ترفع في المعاليم قالت قالت ما نجمنيش لان الدولة ممشيتش في خيار رفع المعاليم على خطر شكون بشي خلص هو الكونسوماتور تونسي تمشي لبعض المواد يلزم نعرفه اليوم العجز مريم البحث عن الحلول اليوم كلمة اخيرة في الموضوع هذا اليوم راه هو وارداتنا من الحبوب ومن الطاقة هي اساس العجز التجاري اليوم ملايين الخبز اليوم يتلوح اليوم هذا يجب نشوفوه هل هناك حملة لترشيد استهلاك الطاقة اليوم ما فماش انتو كاتار اقدر فيه ماكلش باشا خبز او كاذعان شكرا 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 لكم لنا في ساحسني في الاخبار